أهلاً بحضر لكم من جديد شفنا الشكل المتواصل وهذا العدد الكبير جداً من المباريات اللي الأهلي أداها والدور في الملعب أقرب للزمالك لأنه حجم النقاط اللي وصل أربع نقاط يخلي المسألة فيها صعوبة أخطاء حصلت ولازم أن نبقى معترفين في أخطاء كتيرة حصلت في أخطاء حصلت من لعبة كبيرة مهمة وده طبيعي وده عاد وبيحصل في كل نجوم العالم في أخطاء تقديرية من الكوتش في تقدير بعض المواقف وده بيحصل مع أعتى وأكبر المدربين في تقدير الموقف التكتيكي أو إجراء التغيير أو افتراض حاجة ما بتحصلش ده كله بيحصل أو كمان أخطاء من التحكيم ودي كانت فجأة ومؤثرة جداً وهنشوفها مع كل الظروف ديات انت فقدت نقاط كان ممكن ما تفقدهاش كان ممكن جداً ما تفقدهاش لكن هي دي الكرة بس عايزة أقول حاجة للجماهير اللي الناس بتحاول تأثر على مشاعرها تجاه في رئتها خدوا بالكم الناس اللي فهمة إنه فقدان الأهل اللي بطول الدوري معناها حاجة بالنسبة لأي حد منافس ما بيقراش التاريخ الأهل اللي لما بيخسر الدوري كل واحد ياخد باله من نفسه ده تاريخ المسابقة إذا الأهل فقد الدوري بعد الموسم اللي بيفقد فيه شوفوا إيه اللي بيحصل شوفوا الأهل بيقدر يشحن قدراته إزاي بدعم صفوفه إزاي بيستجمع قدرته إزاي وبيعمل إيه بعد كده والتاريخ موجود شوفوا من التمانينات في السبعينات الأهل يخسر الدوري موسم 73-74 تقريبا اللي غزل المحل أخده يعمل جيل التلامزة يكسر به الدنيا يكسر الدنيا بيجيبه ديكوت الماجري يعمل الجيل العبقار الزهبي في تاريخ النادي اللي أسهم بشكل كبير في استعادة وتنمية شعبية النادي الأهلي في التمانينات لما بيخسر البطولة الأهلي بالضبط هقول لكم 87-88 كسبها الزمالك بعدها الأهلي خسر ثلاث بطولات بعدها الأهلي ينطلق ابتداء من 93-94 ستوب يعمل سبع دوري بقولكو لما الأهلي يخسر الدوري كل واحد ياخد باله من نفسه بعدها لأنه مش هيبه زي القطر مش هيقف في محطات مش هيكتفي الموسم بتاعه بيعوضه بسبعة كل مرة إليه ليخسر الدوري موسم يعوضه بسبعة موسم متتالية وعينه على الرقم القياسي التاريخي بتاعه اللي هو تسع مرات متتالية في بداية المسابعة لكن في كل مرة حتى في موسم 2003-2004 نص الموسم اللي جي منو الجزيه وقدر يعالج بعض القصور اللي كان بعد التوني أوليفيرا بعدها إلا حصل أنا قلتلكم في السبعينات تجربة هديكوتي بعد بطولة المحلة ما خدها 73 شوفوا بعدها الأهل انطلق بجيل التلامزة شوفوا في التمانينات لما انطلق وخد الدوري 3 سنين يبدأ بعدها 3 مرات تضيع في بداية التسعينات يبدأ 93-94 اوعى الشك 7 بطولات متتالية يحصل ضرب الزمالك ياخده مرة الإسماعيل ياخده مرة يرجع الأهلي يعوض كل اللي حصل ده برضو في 7 مواسم في 7 مواسم فيفوز في الفترة الزهبية مع منو الجزيه 2004-2005 ويروح على أفريقيا بقى تعالي يا حلم تعالي على أفريقيا يعمل كل ألقابه القرية بأرقام قياسية الآلي لما خسر الدوري مرة الموسم اللي بعديها كسب الدوري قبل نهايته بقى 7 مواسم 7 أسابيع متخيلين حجم الإنجاز قبلها ب7 أسابيع يعني تقريبا بيسيب لهم تلت المسابقة مش لزماني ليه؟ لأنه خسر مرة فبقى قادر على التعويض باستكمال قوة قوية جدا بتدعمات قوية جدا بروح قوية جدا بإعادة شح بطارياته بالقوة دي ويحقق كل الألقاب الأفريقية دي فكرة الأهلي مع بطولة الدوري عشان كده لما يكون واخدها 42 مرة 42 مرة بقول لكم حاصل جمع ضعف كل الأندية مجتمع الأندية الشقيقة المحترمة بس هو دي الأهلي وهي دي فكرة البطولة وهي دي علاقته بالدوري شكرا